الأنظار تتجه حالياً نحو الاجتماع الفني لمنظمة أوبيك في 21 من أكتوبر الحالي المقرر انعقاده في فيينا اجتماع قد يمهد لما ستتخذه المنظمة من قرارات في اجتماع ديسمبر المقبل ثماني دول غير أعضاء في المنظمة من المقرر أن تحضر الاجتماع الفني أما الملفات المطروحة تهدف إلى إيجاد أفضل السبل لرفع أسعار النفط وإنعاش اقتصادات الدول المنتجة له إحدى تلك الملفات عرض فانزويلا لاستراتيجيتها الجديدة المتمثلة في خفض تدريجي للإنتاج لسيطرة على الأسعار مع أحد أدنى أولي عند 70 دولاراً للبرميل ثم استهداف 100 دولار للبرميل أما روسيا أحد أكبر المنتجين غير الأعضاء في أوبيك والمتضررة كما فانزويلا فقد أعلنت أن إنتاجها من النفط سيهبط بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى 10 ملايين ونصف المليون برميل يومياً في 2017 وهو أقل بكثير من المستهدف عند 14 مليون برميل يومياً تخوف روسيا لم يقف عند حدود تراجع أسعار النفط فحسب بل المنافسة على أسواقها الرئيسية حيث أكد وزير الطاقة الروسي أن دخول السعودية إلى شرق أوروبا يمثل تحدياً إضافياً أمام هيمنة النفط والغاز الروسي على تلك المنطقة الوكالة الدولية للطاقة تنبأت في تقريرها الأخير أن السوق النفطي لن يكون متوازناً في 2016 خصوصاً مع تراجع الطلب على النفط لضعف الاقتصادات العالمية وفائض المعروض على الرغم من تراجع إنتاج النفط السخري الأمريكي للشهر السابع على التوالي جميع هذه المخاوف والمطالب من الدول المنتجة للنفط من المتوقع أن يقرر مصيرها اجتماع أوبيك في ديسمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر